موسيقى شاهدين الكرام السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العراقي تاريخ العراق مع تموز له شبه مواعيد ثابتة مع الغليان الشعبي والهبات والانتفاضات ولا يمكن لمواقيت البلاد ان تتغافل عن تحولين خطيرين شهدهما تموز في الرابع عشر و السابع عشر منه وتصادف هذا العام مع تظاهرات احتجاجية سبقتها نظيراتها في الاعوام السابقة تموز الثورات والتظاهرات الاحتجاجية موضوع حلقة هذا اليوم والبرنامج العراقي نناقشه مع ضيوفنا الكرام الدكتور عادل ميالي استاذ الاعلام في الجامعة المستنصرية والسيد نجاح سميسم السياسة المستقل والسيد شامل عبدالقادر الزميلة الصحفي والكاتب اهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام وخلنبدي من السلطة الرابعة باعتبار احنا ميالي لازم ولائنا والاثنين اليوم عادنا علام استاذ شامل كتبت عن تورة تموز ولكتابات كثيرة عن هذه المرحلة ما قصة العراقيين مع تموز نحمى احنا بتموز مع كل تموز لازم نشهد انها حالة غيرهان وفوران وهيجان وإلى اخرين وحتى استعيد ايضا القامل السياسي لرابع عشر من تموز خنس حالهم وصح له لا صارت هنا عن القوية ما حكايتنا مع تموز ساحش شامل حقيقة لتموز جذور تاريخية اميقة في الحضارة العراقية وحتى هو اسم تموز يعني رمز تاريخي سومري قديم نعم انطبت عليه الحضارة القديمة لكن ما علاقة الانقلابات العسكري بهذا الاله المغمور تحت الارض اعتقد فلسفة الموت والتحولات في الحضارة العراقية اثرت الى حد كبير على عقلية العراقي على توالي الانظمة السياسية والحكومات وحتى الولايات التي كانت ايام زمان ولكن في عصرنا في عصر الحديد تاريخ العراق الحديد شهدنا اطرابات كثيرة وتغييرات مفصلية هائلة وخاصة ثورة 14 تموز لكن لماذا في الصيف وشهر تموز تحديدا انا خلي استوقفك عند هذا القوية نعم انقلاب ام ثورة ولماذا هذه المفردة الثورة الآن بدت وكأنه دائما مو تغيير وتحول الى الاحسن وانما نحو مو تطور وانما تدهور وتردي وحالة فوضى وغياب للدولة وغياب للقانون هي ثورة صحيح يعني بصراحة هي لا تطلق على النتائج يعني هي اللحظة الفاعلة اللحظات الحاسمة التي انتفضت فيها الجماهير في الساعة الأولى ساعة سبعة وستة ونص صباحا من 14 تموز كان انقلاب عسكري قطعة عسكرية دخلت يلواء العشرين وانقلبت نظام الحكوم بأمرة العقيد الركن عبد السلام محمد عارق مع التخطيط مع الزعيم الركن عبد الكريم قاسم وانقلاب عسكري قطعة عسكرية دخلت بغداد واستولت على المرافق المهمة في بغداد ولكن خلال نصف ساعة تحول هذا الانقلاب إلى ثورة وليتسمية الثورة بسبب الهياج الشعبي والتأييد المطلق ما تحسها مفارقة ببارادوكس أنه من قام بالثورة في تموز هو نفسه من قتل من قام بالثورة في تموز طبعا هو المزاج عبد الكريم قاسم واثنين هم تموز صاروا صحيح استاذي هو المزاج الشعبي العراقي هو مزاج متقلب وحتى التقييمات تختلف من مرحلة إلى أخرى لذلك المزاج الشعبي في 14 تموز كان مزاج رائق الجماهل التفت حول التغييرات بأسباب كثيرة ولكن بعد سنوات طويلة على تجربة المريلة إلى 14 تموز نتائجها غير المنصفة تحول التقييم تغير التقييم أنصار العهد الملكي يعتبروها كارثة على العراق وأنصار عبد الكريم قاسم يعتبروها ثورة متوهجة وانتصارات ومكاسب والتقييم يختلف من جهة أخرى حسب نظرتها الثورة حمالة توجه كالقرآن حقيقة أحد الكتاب وصف هذه التظاهرات الاحتجاجية بأنها أكبر من انتفاضة وأقل من ثورة هل هي انتفاضة؟ إصلاح حركة إصلاحية؟ هل هي ثورة؟ كيف تصف هذه التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة؟ السلام عليكم الأخوة الحضور والكادر سهلا وسلم الحقيقة أستاذ شامل من سألته بين الفرق بين الانقلاب والثورة هو بدايتها انقلاب بعدين بتلاحم الجماهير تحولت إلى ثورة أما الآن الفرق بين الانتفاضة والثورة الحقيقة هي انتفاضة لأن الثورة هو تغيير شامل لبنية المجتمع وهيكلة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هذا مفهوم الثورة أما تغيير لنظام حكم أو هبة جماهيرية لا تسمى ثورة وطبعا التقييمات مختلفة من جهة إلى أخرى أنت كيف تصف التموزية؟ أنا أصف هذه التموزية وأنا اكتبت عنها اكتبت ثورة الجنوب جنوب العراق ووسطه التموزية وعلى ذكر دياموزي إله العالم السفلي زوج عشتار هو إله الموت هذا الإله هو رمز للعراقيين تموز الصيف الحار الحارق الذي يغير مزاج العراقيين كهرباء خدمات ماي جفاف أكيد مزاج الجنوب مع شمس حارقة تصل درجة الحرارة إلى حدود سبعين في الشمس وثلاثة وخمسين في الظل وكهرباء مقطوع والخدمات فكيف بالمواطن العراقي فهنانا احتج احتجاجه صار بطريقين أولا البطالة وهو يشوف النفط هذا الثروة الهائلة تطلع من الوصرة تغذي العراق كله هو مما استفاد من عدها فهبت بعض الشباب المطالبة وحقوقهم حقوق حقيقية يعني هسا بس خلي شوية نتوقف عن بعض الأمور وذلك كانت مثلا تدهور الأحوال في المناطق الغرب العراق هي أكثر مناطق من كوبا الآن نعم ولكن خطوية بس يطلعون تظاهرها سموهم بعثيه كذا إلى آخر بطلوا الناس بعدما يظاهرون التظاهر في مناطق هي من انتخبت هؤلاء من الفائز الأول في البصرة فتح باعتها سائرون باعتها منهم باعتها دولة القانون والحكمة والآخر طيب هو ينتقب وينتفوض لكن هذا السؤال طرحناه بالحلقة الماضية هو طبعا يعني هو مو بالضرورة أنه هؤلاء منتفضين هم منتخبوا لأنه نحن ندر الانتخابات 80% تعتقدون مكانهم من قسم المقاطعين أكيدا هذه يعني ما معقولة هو اللي انتخب هذول هما هي الكارثة هذه الكارثة 20% اللي طلعوا نفترض 50% قال التزوير 10% فقط 90% من العراقيين رافضين هذا العشرة بالمية هم الآن كتل تحاول تشكل حكومة وهذه الحكومة تريد تفصلها على مقاسها وعلى أساس أكو فضاء وطني وأكو أغلبية سياسية وأكور أغلبية وقلية الملمح اللي واضح طبعا أشرنا إلى سابقنا على أنه تتم يوم الجمعة صارت صارت يومية وأثناء دوم الرسم تستهدف التخطيط يستهدف منشآت اقتصادية لا عدكم المطار مثلا لا الحقيقة هي التظاهرات اللي بدت تذكرها من 2011 وبعدين انقطعت واستمرت لأنه أكوعت سواء مئة يوم المالكي وبعدين 2015 بدت واستمر السلمية سلمية باسم الديباغون الحرامية جمعة وراء جمعة والفاسد انطلع ما أنتجت شيء الفساد ازداد وسوء الحكومة ازداد وتدهور الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ازداد ما أنتجت شيء فالناس فكرت الحقيقة وهي الحس الجماعي بلحظتها الهياج الجماعي بلحظتها يعني أنا نقلولي أو يعني كنت شاهد هي بثورة العشرين سلمية سلمية وجماهير غاضبة واحد صاح روح المجلس المحافظة واحد شخص تجهت الناس وياه قلت لك تحت تأثير الفورة الجماعية من ثورة العشرين من مجلس المحافظة واحد صاح روح المطار راح هو هم يشعرون أنه أكو فرق بين الحكومة وبين الدولة أو بين الوطن هم يفكرون أنه الدولة هذه موئلهم الدولة ضدهم الدولة ما انطتهم المطار بعض المستحوذين على المطار وهي شلة قليلة هذا ومنعدها ملايين أخذوها والناس بطالة وألم وجوه أنا لاحظة تكرر مثل التونس اللي صاح هرمنا تذكرها هرمنا حتى نشهد هذا اليوم اللي تكرر اعطيني وطن أنا مو بس أريد مايو وكهرباء أنا أريد وطن الجنسية تحترم أمام العالم أريد جواز سفر تبطبون من كل الدول هذا هذا اللوغو اللي صار وكأنه الماركة المسجلة باسم هذه التظاهرات اعطيني وطن المبزلني الوطن الآن مغيب الوطن قتل قتلوا الوطن قتلوا الوطنية في نفوس الناس الناس يعني بالإضافة إلى الفقر والجوع وانعدام الخدمات هي تحب العراق وهذه يعني هو لما يشوف مثل ما قلت الجواز العراقي هو فيه أدنى حالاته العراق رابع دولة بالعالم من حيث الفساد تاسع دولة من مئتين دولة تاسع دولة من حيث الفشل بالإدارة إدارة الدولة زين هذا المواطن اللي اللي يطلع طريق منبلط الحفر الطسات الزبالة الكهرباء الماي المدارس الصحة وانقل لك بسيطة اختصارية انا رحت إلى الشامية عندي صديق طبيب قال لي تعال افحص اخذ مال دهون الثلاثية وها رحت افحص فطلع القطن هذا اللي في اسمها فقمش القطن وخل الابرة قلت لي يا شاح قال لي ما عندنا سبيرتو قلت لي معقولة مستشفى جدها سبيرتو هذا اللي قال لي اشتريت أنا ثلاث قناني فهذا واقع الحال هذا المصري هذا المصري بالفيلم المصري قال لسبيرتو قال لسبيرتو نيلتو يلا أستاذ عادل خلنا اسمع من عندك سبيرتو نيلتو التظاهرات التاجية لم تكتفي حقيقة ولم تقتصر على قضية المطالبات الخدمية هي امتدت إلى أمور أخرى وصارت لها طابع الشمول الوطني تقريبا يعني اللي المطالب لا تقتصر فقط على الخدمات أنت كيف تقرأ أول مرة من هذه التظاهرات التموزية خلنا نسميها والملامح اللي تشخصها فيها بداية أنا متقديري يعني كتشخيص لحالة التظاهرات أعتقد يعني بدايتها كانت يعني أعتقد عشوائية أكثر ما هي عملية منظمة بدليل غياب اللي كانت التنسيقية المسؤولة عن التظاهرات فالحكومة عندما دخلت على الخطوة ورادت الاستجابة أو فتح قنوات حوار مع المتظاهرين اضطرت أن تدخل في حوار مع رؤساء العشائر وشيوف العشائر على اعتبار غياب اللي جان التنسيقية أو المسؤولة عن مثل هذا النوع من التظاهرات وبالتالي حصلت بعض الخروقات والتجاوز على بعض المؤسسات المدنية اللي هي ربما أنا أعتقدها نتاج طبيعي لمثل هذا السلوك اللي نستطيع أن نسميه سلوك الجمعي أحيانا يصير في مثل هذا النوع من الحالات فشهدنا بعض الخروقات اللي حصلت واللي هي ربما بالإعلام انطهر طابع أنه ممكن أن تكون مندسة أو غيرها أنا أعتبرها ربما هو سلوك فردي أكثر ما هو سلوك ممكن أن تقف خلف جهات سياسية التظاهرات هذه أنا أعتقد لو يشعر هذا المواطن المتظاهر أنه هذه الأملاك العامة للدولة هي أملاكة هو مستفيد من عدة هو يقول لك أنش مستفيد من هذا النفط ما محصل غير بس السرطانات والتلوث وتجري في الأراضي الزراعية ولو يشعر حقيقة أنه هذا ما للعام لا أكيد ما رح يقتحمه أنا بتقديري أكو فجوة بين الدولة وبين المواطن الفجوة هذه بدأت تتعمق يعني عبر سلسلة من الأخفاقات من عام 2003 ولحد الفترة الحالية وربما ما زاد الطين بل يعني قضية سقوط هذه المحافظات من عام 2014 الحكومة الحالية الآن استلمت السلطة عبر تركة ثقيلة جدا يعني إخفاق في البنى التحتية إخفاق في قضية الخدمات مجالس المحافظات بالحكومات الساقة استلمت ميزانيات انفجارية ضخمة جدا لكنها عند هذه النقطة دكتور رجال خلت سوقفك يعني هذه نفس الحركات والأحزاب التي استلمت السلطة هي كانت من دعاة الثورة والاحتجاج والدكتاتورية والطاقية وإلى آخره ولكن الآن نشوف موقفه وموقف سلب التجاه أي نوع من أنواع الاحتجاج أنا أعتقد التظاهر هو حالة صحية يعني في قمة الأنظمة الليبرالية والديمقراطية تخرج تظاهرات للمطالبة ببعض القضايا التي المواطن ممكن يشعر بها نوع من الحيف أو الظلم أنا بتقديري ترى مطالب المتظاهرين إذا نتعاطى إياها من معطى إنساني هي مطالب بسيطة جدا يعني قضية الخدمات اللي هي ممكن في أي دولة أفريقية بسيطة جدا قضية الماء والكهرباء والتأمين الصحي أنا أعتقد هذه هي مطالب إنسانية قبل أن تكون مطالب اقتصادية كان أحرى بالحكومات المحلية أنه خلال هذه الفترة لمسكة زمام الأمور نحن الآن أكو كثير من التساؤلات تثار عبر مواقع التواصل على أداء مجالس المحافظات ومدى جدوى فعاليتها واستمرارية طيلة الفترة المنصرمة فكرة مجالس المحافظات إذا لم تكن مجدها ما الداعي للاستمرار بها يعني سابقا قبل 2003 كان هناك محافظ ونائب عن المحافظ مديريات مرتبة بالوزارة يعني ممكن قام مقام مسؤول ناحية والأمور يعني يعني أثمتنا لها نعبر هذه التجربة نحن ندعي باللا مركزية اللا مركزية انتجت لنا يعني حالة فساد وتفشي للمحسوبية أكمل لها التسطور ولكن كما تعرف سياق البرنامج لدينا واقفة أولى مشاهدنا ونعود أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من البرنامج وبقى يا دكتور عادل حقيقة تحدث قضية التظاهرات التموزية مثل ما سميناها تعتقد هي حركة احتجاجية موقتة تنتهي من ابتهاء فصل الصيف أم هي حركة مستمرة أنا أعتقد التظاهرات هذه ربما تستمر لفترة مقبلة يعني السبب يعني ليست لحظوية وتنتهي السبب حصل نوع من التراكم يعني التراكم في تلك في تقديم الخدمات ضعف البنية التحتية الفترة طويلة جدا امتدت من 2003 ولحد هذه اللحظة علما أنه سبقتها الفترة السابقة حتى في زمن نظام السابق كان قطاع الكهرباء أيضا يعاني من بعض التلك هذا التراكم ولد نوع من التمرد ونوع من الصخط الشعبي ناهيك عن قضية البطالة ناهيك عن قضية تفشي الفساد بشكل مريب جدا هذه أعتقد كلها عوامل مجتمعة دفعت هذه الناس للتظاهر أنا أعتقد الآن الدولة مطالبة بأن تجد حلول على أن لا تكون هذه الحلول جزئية ترقيعية لأن المشكلة تبقى يعني لا نرحل نحن دائما عندنا بالعراق قضية ترحيل المشكلة لا فترة لاحقة وكثير من القوانين وكثير من المشاكل اللي موجودة الآن تم ترحيلها لا فترات لاحقة لكنها تبقى قنبلة موقوتة في أي وقت ممكن أن تنفجر وتخلق تداعيات قضية البنى التحتية وقضية معالجة قضية الكهرباء وكثير من المشاكل الأخرى طرحت في عام 2011 وخرجت تظاهرات لكن لم تكن هناك حلول ناجعة بقدر ما كانت هي حلول وقتية تعمل على امتصاص الزخم الجماهيري الآن إذا نبدأ نتعاطى الآن مع هذه القضية بنفس المنطق السابق أعتقد رح يتم ترحيل المشكلة إلى فترة أو إلى حكومة مقبلة ونظل اللف في حلقة مفرغة عودة إلى المربع الأول نحتاج أن نأسس لعملية إصلاحية تأسيسية يعني بنية النظام السياسي في العراق من عام 2003 لحد الآن هي بنية أنا أعتقد منقوصة السبب لأن عملية التأسيس بنيت على قرارات وعلى نظم عشوائية بقدر ما هي عملية منظمة شوف كل التجارب الآن العالمية تجربة ماليزيا مهاتير تجربة سنغافورة التجربة الأخيرة اللي هي كرواتيا كل دول العالم عندما تضع برنامج إصلاحي للمجتمع وهذه كلها كانت طبعا مجتمعات فقيرة جدا تعتمد على القطاع الزراعي تعاني من المدينة أول قضية تعاطونها القضاء على الدين الخارجي ويبدأ التأسيس لمرحلة مقبلة عملية تنمية تبدأ بقطاع الخدمات والبنى التحتية واحدة من أسباب ضعف الاستثمار بالعراق والبنى التحتية المستثمر لا أتي للعراق بسبب رداء تذكرت الدكتور أمثلة يعني واحد يستغرب حقيقة أمه مثل اليابان في ظرف ما أعرف كم سنة استعادت قوتها كاختصاد صارت مدنها مدن عظيمة الألمانيا ما طولت لها سنتي عمل بالمناسبة وسترجعت نفسها واستنهضت بالمناسبة احنا شبينا غمان شبينا صار لنا من تأسيس الدولة العراقية ولا حد الآن ما نعف نسوي لا شارع به خير لا جسر به خير لا ما يعرف موين المشكلة عفونا إذا نسوي مقاربة بسيطة مع ما متوفر بالعراق مقارنتين باليابان اليابان هي مجموعة جزر منعزلة داخل المحير حتى ثروة ما لك لا نفوت المواد الأولية المواد الأولية وكلهم استوردها فقط العنصر البشر واعتقد التجربة اليامانية عندما تستعرضها تجد أن التجربة هذه ركزت على العنصر البشري بناء الإنسان قبله بناء العمارات وتبليط الشوارع فخلقوا إنسان عند أسرار يشعر بحب وانتماء للمكان الآن المجريات اللي يدور الآن بالعراق ما خلقوا لدى المواطن شعور بحب المكان حتى يبدأ يصلح لأن الأصلاح يبدأ من المواطن نحن الآن نسمع كثير من التصريحات من قبل المواطنين من قبل المنظمات المجتمع المدني من قبل السياسيين لقضية الإصلاح والتأمير أنا بتقدير الإصلاح وليس بيد رئيس وزراء العراق وليس بيد الحكومة العراقية الإصلاح يبدأ من المواطن عندما تصنع مواطن نموذجي مواطن يؤمن بأهمية المكان يؤمن بسيادة العراق يؤمن بمصالح حب العراق أعتقد هو هذا البذرة الأولى للعمل عندما يأتي المسؤول أنا أستغربي عن المسؤول خلال أربع سنوات لا يفكر في تقديم منجز عمراني أو منجز اقتصادي أو منجز تعليمي أو تربوي أو منجز صحي بالدورة التي تأتي بعدها يقدم ويرشح هذا عليها أستاذ نجاح يعني لا يعقل أين المجز؟ يحتم الباب المجد الشخصي يعني شكو به هذا لحد الآن نقول هذا الجسد سواء الملك فلان هذا البناء سواء ملعب الشعب سواء كل بكيان الله يذكره والخير ومطيد صحة والعافية حتى لو هو بالقبر لأنه سواء ملعب لحد الآن ما أقوم فينا ببغداد صدق الله يصح والعافية حتى لوضي القبر أرمني رجال بخمسة بالمئة من النفوط سواء أنه ملعب الشعب رجل زين الجماعة ماخذين مئة بالمئة من النفوط ما شفنا شي يعني ما هذا ملعب البصرة زين سواء أنه مدينة رياضية لا بسمية نعم يعني هسا يعني ما نجز شخصي أنا مريد كسياسي أنه سجل بإسمي يا أخي هذا البرج ما الشيخ زايد هسا ما علاقة زيننا برج للمالكي برج للعبادي برج حزب الدعوة برج للفظيلة برج لأي واحد يعني هذه عدة أسباب إلهم أولا هو ما يفكر بهذا الجانب بقدر ما يفكر بالسرقات وإيش قد يدخل له وإيش قد يحول للخارج نقطة أخرى الصراعات اللي موجودة بين الكتل السياسي وهذا سبب المشكلة ما المال واحد كان وجاء زائر وبعد فترة راح يفلت من العراق يعني ما هو الواحد دا يعيش بلدة هذا تفكير ما لأنه أنا حتى في نصر وحسنت مرة بالخارج ما الواحد ما يفكر أنه هو ابن البلد أكيد هو السهم وين عوائلهم أغلبها بالخارج جناسيهم مزدوجة يا أخي انتمائهم لهذه التربة انتماء ضعيف أو يكاد يكون منتهي ماعتهم جذور في هذه الأرض خلينا بالمنظومة النظام السياسي منظومة النظام السياسي ديقلك هذا يعني منظومة متعددة الولاءات متعددة مراكز السلطة والقرار وبالتالي من المستحيل تغيرها هذه مشكلة من المستحيل تغيرها لذلك يعني أنا أكثر من مرة ويا حضرتك اطرحت حكومة الإنقاذ أو حكومة الطوارئ هي اللي لأنه هاي التجربة اللي 15 سنة ما أنتجت رجل دولة حقيقي يعني هسا انت لو تشوف من 2003 لحد الآن أرجع وأقولها شنو المنجز اللي يتحقق واقعي ما بيها حنين ما بيها أستاذ نجع خلت سوقفك هاي القوية ما بيها حنين للبيان رقم واحد هذا الكلام ما تكتب أنا بيها حنين لا هسا هي مسألة بيان رقم واحد هذه ما أعتقد بعده سيح بس هسا العبادي ممكن يحولها من حكومة تصريف أعمال إلى حكومة الطوارئ ممكن يحولها إلى حكومة إنقاذ ممكن يجي عسكري أنا مسألة الديمقراطية مثل سوار الذهب اللي في السودان وهذه كل تاريخ نعرفه وبعد ينسلمها إلى المدنيين خلال ستة شهر أو سنة تقريبا فانت هسا سألت يعني هو ماك واحد يفكر ببناء مجد شخصي إلا أن يخلي مستشفى باسمه عشر مستشفيات قيمتها بمليار عشر مستشفيات الآن هذه المستشفيات اندثرت وانتهت الأجهزة اللي بيها أحدث أجهزة واحد ألماني واحد استرالي باسمه شركة انتهت سكة حديد مترو في بغداد مدارس أنا هيتشي راح أستعرض لك هيتشي سريع اليوم لاحظتها المأساة اللي موجودة في العراق من 2003 لحتها اللحظة وعالسريع يعني إذا أكون وقت أستعرضها حتى لا أأخذ وقت تستاذ شامل يعني هل من المعقول ثلاثة مليون وأربعمائة ألف مهجر خارج العراق أربعماليون ومئة ألف نازح داخل العراق مليون وسبعمائة ألف يعيشون بالمخيمات خمسة مليون وستمائة ألف يتيم أعمارهم بين السنة إلى بين الشهر إلى أسباطع السنة يقول لك ها كل أنتاجي الإرهاب باولي سنين مليون أرملة مو رأى الدولة يعني ست ملايين لا يجدون القراءة والكتابة هذا إرهاب نسبة البطالة واحد وثلاثين بالمئة خمسة وثلاثين تحت مستوى خط الفقر يعني خمسة دولار يوميته ستة بالمئة تعاطي المواد المخدرة هذا العراق انتشار تسعة وثلاثين مرض وباء هاي البارحة شفتها منظمة حقوق الإنسان سنة السباط عشر توقف تلتعاش ألف معمل وثلاثمية وثمانية وعشرين تلتعاش ألف وثمانية ومؤسسة إنتاجية تراجع مساحة الأراضي المزروعة من ثمانية واربعين مليون دونم إلى ثمع عشر مليون استيرات خمسة وسبعين بالمئة هذا العراق أرض السواد من المواد الغذائية واحد تسعين بالمئة من المواد الأخرى التعليم فيه أسوأ حالاتها أربعة عشر ألف وستمية وثمانية وخمسين مدرسة تسعة آلاف متضررة ثمانية طينية وإحنا الآن طينية بالقرن هذا بلد النفط هذا طبعا حتى سألنا حتى مزارعين مزارع دين تجوا مو من دين ما ينتج يقول يا أخي يعفون الطماطم مالتنا ويروحوا نستوردون من إيران طبعا هذه مؤامرة أخي مؤامرة هذه إيران جففت الأنهر تركيا جففت الأنهر مالتنا المزارع ديسيحة سيشكو شرب ماكو حنطا ماكو سمسم ماكو إذرا ماكو طماطا ماكو هذا أن يقولهم زين الديون العراقية حسب البنك المركزي سبعين مليار وحسب هذه المنظمة مئة وعشرين مليار الصحة النقل أو صاخ الآن البارحة ومن قرية في أي دولة من دول المحيطة بينا دول الجوار هذه الدول اللي بمستوانا الأوساخ البصات بشارك في مرة أسأل أردن وين الأنهار ما لتحد تصدر لنا مواد زراعية أنا أسترد أستورد كوافينة ماي كوافينة من الكويت ومن السعودية تحليت عملية تحليت مياه البحر في البصرة تحتاج خمسين مليون دينار زين ليش هسه طلعت عشر تالاف درجة وظيفية ليش هسه وثلاث ونص تريليون وين كانت هذه إذن إحنا ما عندنا نظام مؤسسي حقيقي هذا يمشي على خطط هي نتيجة الهزة هذه فإذن بما معناه عوف السلمية هزهم مثل ما قال الدكتور هي قضية لا بيها وصاحة مندسين بالانتفاضة الشعبانية النظام إشقال قال هاي صفحة الغدر والخيانة وذول إيرانيين وذول عملاء وذول أخوار طيب خلينا سلسات يامل حتى ما تجاوز هذا هو مندسين ما أثار حتى بعض المسلسلات التلفازية حتى عندما أرضت العهد الملك ليس في العراق فقط وإنما في مصر أيضا صار وكأنه نوع من الحنين نوستالجية للعهود الملكية كأنه الجمهوريات ظلت يعني مشاريع دولة مضطربة بينما الأكثر استقرارا هي الأنظمة الملكية اللي موجودة ما صار عندنا هذا باعتقادك لو باقي العهد الملكي كان أفضل أم لا وهذا الحنين نتيجة الإحباطات اللي آشه الشعب العراقي والخيبات من الأنظمة الجمهورية اللي للأسف تم التغيير على أيدي العسكريين العسكريين هون الذين يشيدوا لنا يعني كانت طلعت لك منظمات وكتائب وفصائل وإلى آخره لا يا مقابل ما هذه كل إفرازات للنظام الجمهوري الذي لم استقر حتى الآن صورة ما استقرت وإنه فقط تغيير الشعار الملكي إلى شعار الجمهوري وتسلمت المؤسسة العسكرية قيادة البلاد والتحولات الاقتصادية والسياسية بدءا من عبد الكريم قاسم إلى أحمد حسن البكر كلهم قادة جيش كانوا وأغلبهم عاشوا في المؤسسة العسكرية ووجدتهم فرصة للانقلابات وشيدوا دول بوليسية لكنهم لم يبنوا المواطنة الصحيحة ولذلك السلعان ما نعاني منه وهذه أكثر الإفرازات الدصير يعني من سنة واحد تسعين والجماهر تتظاهر والغريب في الأمر أن أول تظاهرة تاريخ العراقية سنة 28 حتى تظاهرات 2003 ما رفعوا المتظاهرين يريد ماء ويريد كهرباء كانت تظاهرات عنوينها أكبر مساحة من العناوين المرفوعة الآن في مدن الجنوب والوسط كانت تظاهرات الأمس ضد المعاهدات الجائرة ضد البرلمان ضد قوانين ضد ريدون تشريعات جديدة أما الماء والكارباظة كانت من ضمن أولويات الحكومات المتعاقبة هذه التي توقف سألت رجل كبير يقول كنا نظاهر صحيح نصيح موتية رجعية والاستعمار رجعية بس قال لسأل 90% من العتم شن الاستعمار وشن رجعية الله وكيلك ومحمد كفيلك ما حاجة يعرف شن القضية لكن الآن هذه التظاهرات اندلعت في الجنوب والوسط وفي بغداد صعام هي تظاهرات مطلبية هي محدودة جدا يعني تتوفر تنفذ الحكومة المطالب والعبادة طرح سبعة حلول يعني من ضمنها توفير درجات وظيفية ومن ضمنها الماء والكارباء هذه وظائف الدولة وظائف الحكومة في أي بلد لا توفر الحكومة ماء كهرباء تسقط ما تستمر ولا تعالج المشكلة تستبدل فورا أما في العراق فظل الحكومة تراوح في مكانها وظل تخادع الجماهير وتنور الجماهير بل أجل امتصاص نقمتها وبالتالي تظهر حلو سريع وتتبخر مع وقفة هذا الحماس الذي يلف في الجماهير أما أنه تكون الوطنية الوطنية ما يكون الآن بالعراق الآن الوطنية ما يكون في العراق لو كانوا يكون وطنية في العراق ما يكون هذا الحماس من قبل أجلسة الدولة والله يريد والكم على ممتلكات الدولة أي ممتلكات دولة يا أخي أكمل وياك أنا حقيقة أكمل ولك لدينا وقفة قصيرة مشاهدين ونعود أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من البرنامج وأبقوا يا أكس شامل عبدالقادر الحقيقة لا يمكن كل ما يستح حراك في العراق إلا ويحال إلى جهة خارجية يقال أن تاريخ العراق طول كل العطفات التي تمت بها تمت بعاما خارج تأسيس ملكية تم بالاحتلال البريطاني والخلص الخلاص من الاحتلال العثماني صح الأولى الثورة تموز 14 بتأثير الحركة الضباط الأحرار في مصر فكان أيضا بعاما خارجي جئنا بقطار أمريكي صارت ثورة البعض التغيير الذي صار بعد 2003 وبيحتلال أمريك ودخول قوات تحارف الدول ما عندنا منعطف كبير إلا وكان إلى العامل الخارجي في هذا هذا ما ينطبق على التظاهرات الحالية لا 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 ما ينطبق لأن العامل الخارجي الآن حاولوا بعض الجهات للأسف الشديد حاولت أن تشوه هداف المتظاهرين وأيضا طرحوا اسم إيران بالموضوع لأسباب طائفية بحته وبسبب الصراع الأمريكي الإيراني أرادوا أن يجرون للعراق إلى معركة ساحتها البصرة ويعتقدون أن الصراع الإيراني الأمريكي سيكون في البصرة وهذا طبعا خطأ جسيم تقع به بعض الأطراف وخاصة اللي تعيش خارج العراق اللي يتراقب الملعب من الخارج الانتفاضة ليست عفوية طبعا لأنهم أنا شبت الأسماء شابي نادي شاب عباس علي لحي كذا ما شنو ما أكو ما أكو عباس علي في تظاهر شعبية تكون منسقة من الخارج أو مطروحة من الخارج أو خيوطها من الخارج هذا انتفاض وكنت بأضلت الفرنسيين في زمن لويس لويس الرابع عشر الشعب كان تلجوع صحوا أكلوا بسكت أو أكلوا كيك فالآن العبادي يريد وكل عالم كيك وكل عالم بسكت الناس الموجودين الموجودين في البصرة موجودين بالناصرية أشد المدن تضررا أنت ما سمعت في أحد الفيديوهات لما صار إطلاق نار قال لا ذول العسكر من مناطق غرب العراق حاولوا أيضا يفتروا النعر الطائفية ورفضوا الالتحق نعم مناطق الغربية رفضت الالتحق خوفا من الفتنة والعبادي صد القرارات بإعفاء العسكريين من خدمة العسكرية بسبب رفضهم تنفيذ أوامر بالذهاب إلى البصرة لو كانوا رايحين إلى البصرة مثل ما دزل مالكي جنوده من الناصرية إلى الحويجة وسببوا أن فتفتنة في الحويجة أيضا لن تبهوا إلى الوضع هو مو خوفا من قمع المتظاهرين لأن الجيش العراقي عاش تاريخه قمع ينقع الأكراد يقمع الجنوب يعني موجودة هذه برغم صفحاتها الوطنية لكن هم رادوا يدرؤون الفتنة درق للفتنة يروح من الأنبار يقمع أبو البصرة إيش راح يفسرها في البصرة يفسرها أنه هاي شغلة طائفية جاء السنة يدكتل الشيعي راح يشكل تفسرها بكل بساطة زين ولذلك هم ملتحقوا مثل ملتحقوا أهل الناصر يروحون للفلوجة في زمن المالك يقاتلون ونروح للفلوجة نقاتل إحنا فسببها وهذا الانقسام المحاصصة الطائفية قسمت حتى الولاء الوطني يعني أنت الآن ما تقدر تقومت حتى بقهوة إلا هاي يلقوها محسوبة على فلان وهي محسوبة على فلان في عين شان يلقوها تطرف كل العالم زين شون هسأ الولاء وهذا اللي خلينا أسأل أنه هل هذا الحراك في ظل يعني المجتمع لحد ما بين قسامات فئوية طائفية مذهبية هل يمكن أن يحقق يعني ما يشبه الانتفاضة العامة الوطنية والله أستاذ كيابي صراحة بدون لفه دوران الآن الانقسام الطائفي شقنا عمودي وأفقي شقنا عمودي وأفقي إذا ظاهرون أهل البصرة ما يتعاطون أهل الموصل إذا ظاهروا أهل الموصل ولا كأنه أهل الناصرية همهم هاي ما كانت موجودة قبل 2003 نعم كانت هناك مسيرات تأييد للأنظمة وليس التظاهرات احتجاجية لأن توقفت مع مجيء البعض سنة 62 أصبحت مسيرات تأييد لكن التظاهرات كانت سابقا يشترك بها ابن الموصل ابن العمارة ابن البصرة سن نشيعي مسيحي تلكيفي ما مشكلة هاي الآن لا الظاهر أبو البصرة يتفرج عليه أبو الرمادي أبو الرمادي يريد بنون منطقته يقول أبو الناس يطبح ريشي يعني هاي المصيبة حتى القاموس السياسي ما نتبدل لغتنا تبدلت نوع من يعني طيب خل نقل بالصفحة السوداوية أليس هناك مبادرات تشفي بشيء من الإيجابية دكتور والله أعتقد الوضع العراقي الآن يعني يحتاج الكثير من المعالجات والحلول الجذرية والجدية يعني يعني على سبيل المثال قبل فترة قرأنا خبر يعني عبر وسائل الإعلام مستثمر كويتي في البصرة يعني مستثمر مساحة أرض صحراوية في جنوب البصرة وأعتقد هو المشروع قديم يعني بـ 98 أو بـ 97 لكن بسبب الأحداث الحربية التي دارت على أرض العراق حصل به تلك والآن تم استعادة العمل في هذا المشروع زرعت 100 ألف نخلة الهدف من عندها يعني استعادة الرجل هذا المستثمر هو عنده حب للعراق أصلا استعادة دور العراق الرياضي في مجال إنتاج التمور بعد أن كان العراق يحتل النرتبة الأولى عالميا في هذا الجانب الآن تراجعت هذه القضية وعدد النخيل أيضا تناقص بسبب الحروب والأزمات التي عاشها العراق والإهمال الزراعي فضلا أن العراق يعني البلد الأول بالعالم عمر وجود 350 نوع من التمور هذا الجانب الجانب الآخر نحن عندنا كل القطاعات الآن بها تلك وبها ربما نكوس وتراجع يعني مثلا قطاع التربية لما لا تطلق الحكومة مشروع بناء ألف مدرسة في عمو العراق مشروع مثل هذا تضافر به كل الجهود على مستوى نظمات المجتمع المديني على مستوى رجال الأعمال على مستوى المؤسسات الدينية المؤسسات الاقتصادية دعم لعراقيين رجال أعمال خارجي العراق دعم من دول الخليج من الدول العربية من الاتحاد الأوروبي بناء ألف مدرسة بالعراق أعتقد هذا سيسهم بشكل كبير جدا فيه دفع بتجاه ترقية يعني خليت سوق فكرة هذا القضية حقيقة يمكن طرحناها في حلقات سابقة أيضا نظامكم التعليم أنتم الأكاديميين ما نطلعين بالآلاف خارجين اختصاصات ما لها أي عمل ما هذا الرغبة الاجتماعية عند الناس والله إلا تصغير بكالوريوس ثلاثة أربعة العالم خارجين معاهد تقنية في العالم حتى يدخل في سوق العمل حتى أجيبك شم دكتور عدكم في اختصاصات ما نحن يتطلعون بالإعلام فيما يخص اختصاصنا حتى فيلك بمعلومة عندنا ندرة بالاختصاص يعني نحن في قسم الإعلام بالجامعة المستنصرية عدد طلاب 1400 طالب الكادر 14 تدريسي فقط ربما في مكانات أخرى العدد أكبر أنا تصدف هذه التقصصات التي لا تدخل في سوق العمل لماذا هذا ليش هناك خطة حقيقية يقولون بالبصرة إيه صح تشتغل على عين وعلى رأسي باش ينفهمك بالنفط أخوي أنت أنت حريش تاريخ يخرج جغرافيا بله وشيغرافيا رح أجيبك وشيغرافيا 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 العراق منذ الخمسينات القرن الماضي أكو أرث متداول عندنا العراقي عندما يدخل في مجال التعليم في ذهن الوظيفة يعني لا يدرس من أجل التعلم واكتساب المعرفة والثقافة دائما تكون الهدف الأسمى للقضية من التعليم هو تحقيق الوظيفة قبل فترة نشر خبر في بريطانيا مخرجات التعليم في بريطانيا 20% من التعليم الثانوي من مخرجات التعليم الثانوي تذهب إلى الجامعة 80% تذهب إلى سوق العمل وهذا التحدث هنا اللي يحصل عندنا بالعراق خطأ استراتيجي كبير جدا غالبية تخرجين يعني 99% من خرجين التعليم الثانوي اللي هو الاعدادي تذهب إلى الجامعات هو في اختصاصات لا تخدم سوق العمل كل اللي يريد أن نعمل لأننا نزيد نسبة البطالة لأن هذا بعد ما ينجز الدراسة ويتخرج من الكلية رح يطالب الدولة بالحصول على فرصة عمل العلم أنه التخصص اللي استنزف أربع سنوات وكلف الدولة مبالغ طائلة في هذا الجانب هو اختصاص لا يخدم سوق العمل اختصاص عداري صرف واختصاص استهلاكي غير منتج كان الأحرى أنه من يعني بعد ما يتخرج من الثانوية يتم إيجاد بعض المهن اللي هي تشكل المهن نسميها الوسطية المهن الفنية الكادر الوسطي هذا عندنا نقص كبير جدا وممكن عبر المعاهد اللي موجودة والمؤسسات اللي تعنا بهذا الجانب أن نخرج كوادر في هذا الاتجاه حتى ممكن نخلق فرص عامل أولا ونقلل نسبة المستشفى قد يحتاج كم طبيب بس كم يحتاج كم مضمد هو هذا المهم يعني قطاع الصحة ضعف العدد بكثير يعني أفضل مما أنه نسرب هاي الأعداد الهائلة جدا واللي تكلف الدولة مبالغ طائلة لازم تحتاج توفر جامعات وتوفر كادر تدريسي وتوفر رواتب علم أنه تعليم ندري بيه مجاني بالعراق صحيح تخلى أسأل سيد نجاح ما قططت مطار النجاف كيف كان أنه الدولة رئاسة الوزراء تبعث ناس حتى يتولون إدارته المجموعة اللي كانت مسيطرة عليها تمنحهم حتى من الدخول من هو هذا اللي كان عند قوة حتى واجه بها الحكومة المركزية سؤال مهم جدا بس عندي شوية استدراك على فضل ده عندك تعقيبة تحت انفعالك دي السال الجميل قلت احنا غمان اي شبينا ما نبني احنا مو غمان احنا عقول الغمان هم السياسيين هذول اللي يدمرون الصراعات اللي ببيناتهم استحواثهم هم هذول الغمان هذول لو ينزاحون تشوف العراق شلون لا هم خليل السوقفك هم خليل السوقفك اللي يسوي الطريق هذا اللي كل سنة يسوي وكل سنة يسوي نفس الرصيف وعراقي ها اللي يسوي غلط انا احشي عن العقل العراقي لا 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 انا احشي عن العقل العراقي المبدع لا روح اقوله جمعوا شركات بها خير عالمية حتى تتراقبكم اتمنى ما تشتغلون العراق اي تشتغلون تطلع غلط من هو الخلقها هذه خلقها السياسي خلقها المسؤول المحلي خلقها المسؤول الفني هذه هين كانت موجودة لو شركة كويتية جدتكم بالنجب يصير مطار عدكم يعني تتقول لي لا المطار المطار صار قبل الشركة الكويتية اي يعني بداياته كانت بداية اللي احنا منشنا في مجلس المحافظة بدت بداياته هذه نقطة ثانية بس عسري اخذت لاني السؤال جدا مهم نقطة ثانية ايضا تحت لحظة الفرح مالكو الحديد قلت ثورة البعث جكب بقطار هي انقلاب دموي مال ثلاثة وستين وحلي صالح السعدي اللي قال جينا بقطار امريكي حتى يعني مطار النجف نرجع له مطار النجف هو انشئ بالالفين بدأ انشاء بالالفين وخمسة وهو اصلا هي شقة الحمزة كانت هي شقة عسكرية يعني المدرج موجود اصلا فما ضافوا لأي شيء ضافوا بنايات كانت يعني بسيطة جدا المدرج كان موجود موجود المدرج وهو من ارق المدرج اللي المدرج البريطانيين خططوه له بسنة الاربعة وخمسين يصير هذا وتنفذ بسنة التسعة وسبعين هذه شقة الحمزة اسمها وبعدين صار مطار وتعرف المطار هو بوابة المدينة على العالم بوابة الدولة منصار مطار بغزة قال الآن غزة أصبحت ضمن دول العالم طيب أكمل لك حقيقاء بس عندنا وقفة أخيرة مشاهدين ونعود أجدد الترحيب بكم مشاهدين في الجزء الأخير من البرنامج هو القوية أقصاد نجاح اسميس سألتك عن مطار النجف ما حكايته وأنا أستغرب أنه أحد مسؤولين المطار على اتهامات معينة يصف المنتفضين أو المتظاهرين المحتجين رعاع ما نقص غير يقول غوغاء حتى نسترجع سيرة الأب القائد لا هي بعد الرعاع أكثر وأشد قسوة من الغوغاء الغوغاء ممكن يعني صوت عالي وهذه بس الرعاع هذه أكو قصيدة بس هذه الاتهامات على هذا الرجل هي محقة أنا ماردة ماردة تبنى رأي بهذا الصدد ولكن أنا قلت عليه اطرح يعني أنا أطرح الأمر وأنت عليكم الجسمة مطار النجف أنشئ سنة 2005 جت لشركة العقيق استثمارية صارت مشاكل بياناتهم أولا الوقع العقد مع شركة العقيق هو مجلس محافظة النجف هو الطرف الأول والطرف الثاني شركة العقيق وبدأ يشتغل المطار من خلصة الدورة السابقة رئيس مجلس المحافظة السابق ومجموعة خمسة قسموها بياناتهم على الأحزاب كل حزب إلى واحد ممثل واستلموا إدارة المطار وبقوا يشتغلون بالمطار هما ما لهم علاقة لا اختصاص طيران ولا اختصاص مطارات هما ناس واحد مدرس والآخر معمم كيف كيف تولوا قضية خطيرة مثل المطار مجلس المحافظة قرر لأنه صار اتفاق هذه القضية هندسية معقدة باختصاص تقنية كل شيء دقيقة إيمو إحنا عندنا البربن يشبه الطماطة يعني ما بيها مشكلة هذه هذا واقع حال هو هذا الآن اللي إحنا قادنا إلى ولا واحد جنوا عند تخصص بالطيران إيه فهذا اللي صار فلما صارت الهوسة عليهم ورئيس الوزراء دز علي جواد اللي هو هسه رجاء هم اشتكوا وما سلم المطار وقال فينا واحد يدخل للمطار رئيس وزراء بعظمتك رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة يقولون ثلاث مرات هذي صار ثلاث مرات مو هي القضية يعني هي أيضا محاصصة من قبل جهات أخرى هنا أنا رجل معمم في مجلس الوزراء إلى سطوة وش اسمها إلى علاقة بالموضوع هو شيخ في حزب الدعوة إلى علاقة بالموضوع أيضا ويعني متقاسميها متقاسميها فهو يعني مسنود أي واحد ميدر المهم فقدم للمحكمة قال هذا استثمار ما لعلاقة سلطة الطيران المدني المحكمة حكمت إلي بس هنا يعني البارحة في حديث هنا المتعاقد هو منه مجلس المحافظة مجلس المحافظة أقالك أقال هيئة إدارة المطار فبعد شنو هو الطرف الأول بالتعاقد مع الطرف الثاني شركة العقيق أنت أقالك فأنت شنو بعد علاقتك بالموضوع المطار وهس أيضا اللي سمعت مقدم شكوى أنه عدم عدم قانونية وشرعية تصرف رئيس الوزراء وسلطة الطيران المدني هذا قصة المطار قصة المطار المطار بقرة حلوب تتذكر بفترة الاستفتاء تتذكرها كانت الحجة الكردية هي أخيها رئيس الوزراء تذهب سيطرة على مطار النجم تتجي سيطرة على ذلك فالناس من راحت الحقيقة وكسرت وهذه هو شعور من عندهم إحنا هو ضد أنا ضد أنه تكسر وتعتدي على ممتلكات الدولة بس شعور المواطن يقول لك أنا هذي ما استفاد من عنده هذا شو الممتلكات هذه ما إلي علاقة بيها هذه هي عبارة عن ممتلكات إلى شخص معين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة يستفادون من عندها أنا فلذلك شفنا بيوت اقتحمت من اللي كان مسؤولين على المطار بيتين اقتحموا بس بيت أيضا اقتحمه إلى عظم جس النواب صادق اللبان والرجل هذا رجل حقيقة يعني أنا أقولها الأمانة اشتغل يعني للمدينة ورجل بسيط يعني وكان خطأ اقتحام بيته أنا عندي يعني خاف هذا همائر داخذ من وقت الجماعة يعني إحنا طرحنا هسا مشاكل أكو حلول حلول جذرية ويجب أن يكون رئيس الوزراء حاسم حاسم وحازم أنا سجلت بعض النقاط حتى ليسير لأنه الشك شبير والرقعة صغيرة حتى ليسير إصلاح ترقيحي وباتشر لأنه أنا في تقدير المظاهرات راح تستمر وهي انتفاضة وأنا اكتبت أكثر مرة يوم عاودي انترى القادم أسوأ فعدي رأي بالموضوع هذا هو يقيل جميع الوزراء الفاسدين والمتلكين وعلى رئيسهم وزير الكهرباء ويجي حاسبهم مزارة الكهرباء من استلم أول وزير إلى آخر حسا حضرتك تقول خمسين أنا قلت أربعين مليار وين هذا النراحن هذا واحد تجميد مجالس المحافظة باختصار حتى تجاوز على حتى توفر فرص عمل وتبني تشكل مجلس أعلى لعمار والاستثمار مثل ما مشكل بسنة الخمسين إعادة أموال الدولة والشعب من السراق والفاسدين ملاحقتهم عن طريق الإنترخ بالخمسينات بالعهد الملكي العهد الملكي اللي ثرتوا عليهم الشوعية كنتوا تهموا رجعيين دولة والاستعماريين تابعين الاستعمار والتما الاسميس ما شاء الله عليكم مزعين بين تيار صدري شوعية ماركسيين صناع مسرح شي تريد أدري إحنا شي تريد حتى منين ما لم ين نغرف طيب فآخر آخر نقطة ورئيس الوزراء يتحمل مسؤولية يروح السه يروح الأمريكا يروح ويميركل مثل ما سوى رئيس الجمهورية المصري وجاب كهرباء إلغاء جميع عضواته بالتقاعدية هذه ما الرفحة هذه هاي مليارات قاعدة تروح ما السجناء السياسيين تسعين بالمئة ما مسجناء السياسيين الحقيقة وأنا هسا خلي يزعلون خلي خلس دكتور عادل الحقيقة كأنه هي بعيدة عن نتائج الانتخابات هذه التلاهورات ما هي علاقة من المقبل بمعزل بمعزل أنا في بداية الأمر يعني شخصت نقطتين النقطة الأولى يعني هي عشوائية يعني دون تخطيط مسبق هذا الجانب الأول والصبغة العامة أنا أعتقد هي صبغة ذات طابعة خدمة اقتصاد أكثر ما هو سياسي هذا تشخيصي للحالة بدليل أنه لو كان هناك تخطيط لمثل هذه التلاهورات كان بالأحرى ظهرت هذه خرجت هذه التلاهورات ضد قضية التزوير بالانتخابات اللي يثيرت قضية العد والفرز وتأخر تشكيل البرلمان هذه كانت يعني مشكلة مهمة كبيرة جدا وتدخل في بنية النظام السياسي بالعراق بل ربما شكلت عامل تأخير في تشكيل الحكومة الآن الحكومة البرلمان معطل عندنا يعني الحكومة الموجودة هي تسيير الأعمال فقط يعني لا يمكن أن نتوقع على اتفاقيات أو مشاريع عملاقة أو مشاريع بخمة فقط تسيير الأمور هذا القيل في شيء المخترحات يعني المشاريع التي قدمها رئيس الوزراء وقضية فرص عمل تخصيص أموال يقولون كان ينتظر بينه البرلمان ينحل حتى يأخذ راح ترجل لأنه بس يخصص مبلغ يوقف للبرلمان ليش دولة وليش مولدولة لا أنا أعتقد سيد رئيس الوزراء يعني أكو رغبة بالإصلاح حتى لا يعني نعطي لأشياء حق أعتقد فالتركة كانت ثقيل على مستوى الجانب العسكري وعلى الميزانية كانت أعتقد يعني شبه خاوية ديون مترتبة بذمة العراق وبالتالي هذا كان مأزق كبير جدا أنا أعتقد يعني ربما دار العملية بشكل اقتصادي جيد جدا حصل نوع المصال الذي طرح لماذا الآن ليش مسابقا هذه هذه يعني قضية تم قضية تم سواء دارة مطار النجف المنافذ الحدودية التخصيص هاي الأموال اللي بحدود 3 تريليون دينار للبصرة ليش ما تمت سابقا معناتها هناك سيولة موجودة لا لا الدولة تمتلك سيولة نقدية الفائض الآن بلاسعار النفط يعني وفر قبل يومين يمكن صرح المستشار الاقتصاد الرئيس الوزراء قال الآن أكو سيولة ربما تجاوزنا الأزمة الاقتصادية بفعل الارتفاع عطي في فلي حصل بأسعار النفط هناك حتى فائض بالميزانية السابقة اللي كان محسوبة على أنهم بالميزانية الحالية اللي كان محسوبة على 46 اللي كان محسوبة على 46 الآن البترول أعتقد بـ 70 فأعتقد هذا الفائض ربما رح يسهم بإعادة عمار المناطق المحررة ربما بعض المشاريع المتلكة العملاقة استراتيجية بعض المستشفيات مثلا بعض طرق المواصلات الجسور وغيرها أنا أعتقد الفترة اللي يستلم بها الدكتور حيدر العبادي كانت فترة عصيبة جدا وربما الجانب العسكري يستحوذ على نسبة كبيرة من الانفاق طبعا من الانفاق العسكري بالمناسبة لمجالس المحافظات الأخيرة اللي موجودة الآن الميزانيات اللي رصدت إليها ميزانيات ضئيلة جدا أصلا هو أكو تلك بالبنى التحتية فما دفع لمجالس المحافظات من أموال كانت لا تفي بالغرض والآن كثير من المشاريع الآن هي موجودة في المحافظات قيد التنفيذ يعني معطلة بسبب عدم وجود سيولة من قبل الحكومة المركزية حتى تدفع باتجاه إنجاز مثل هذه المشاريع أنا أعتقد شو ماكو سيولة والمسؤولين أثرياء هذه مفارقة من الفاسد يعني ما قرحنا نجيب الشعب ونحاكم نقوله تعال أنت الفاسد ما ندر منه اسألك أي واحد بوزارة قلق لك لا وزارتنا كنتي مع بياسا اسأل أي حركة سيارتي وزراء ننظف وأكثر كفاءة أي وزير وانتون لعد من الفاسد على فلوس الاهدار بالمال العام موين الأموال المهربة التي وصلت إلى أكثر من 200 مليار بحسب أبسط يعني إحصائية بسيطة أي شيء أكثر تواضع خلينا سأل السلام شامل شو ماكو قيادات بهذه التظاهرات الحقيقة هي التظاهرات تفتقر إلى القيادة الميدانية والخبرات الميدانية في قيادة وتظاهرين يعني هذه التظاهرات راقبناها من خلال الأفلام البسيطة التي بعد الحملة الحكومية على الانترنت والقطيعة التي صارت سودك زي ما رأيك بهذا رسولك من ناحية إعلامية هذا جريم إعلامية يحاسب عليه العبادك وهذا خطأ كبير وفادح ارتكب العبادك قد ما سيصلح بالتظاهر سيتحاكم على هذا الموقف هذا الموقف أساء كثيرا إلى الدستور العراقي وأساء كثيرا إلى أبيعة النظام الذي يسعى إلىه هو يحل المشكلة منا ومنها يخلقنا مشكلة هو مو من حقه الأعباد ولا يملك هذه السلطة والقبضة الحديدية على الانترنت ويسخر الانترنت لما صالح الحكومة هذا الانترنت ثقافة عامة وإعلام عام هذا طيب مضطر لمقاطعتك حقيقة بلاخنا اختام الحلقة وفي نهايتها أشكر ضيوفي الكرام الدكتور عادل ميالي أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية الأستاذ نجاح سميسم سياسي المستقيل الزميد شامل عبدالقادرة صحف والكاتي مشاهدينا أشكركم دائما راسلونا عن البريد الإلكترون من ظهر أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة